جزيلا وزير النقل زار المصابين زي مولت لحضراتكو ويكلموا قال في تصريح مقتضب في البيان اللي استادر عن الوزارة انه سيتم محاسبة المقصرين او المخطئين قال كده وزير النقل الاول يعني ده اول كلام يقول وزير النقل اثناء او بعد زيارته للمصابين كان وزير النقل توجه الى موقع الحادث في طهطة وتفقد موقع الحادث مع قيادات السكة الحديدية او سكة الحديد وبعد ذلك توجه لزيارة المصابين وقال انه سيتم محاسبة المقصرين او المخطئين في هذا او هذه الكارثة هذه الكارثة التي حدثت زهر هذا اليوم الكاميرات كاميرات المراقبة ومن الاهمية ارجعت وقت ما كان الوزير كامل في موقع هذه الكارثة قبل الغروب او النهاردة واثناء رئيس الوزراء زار المصابين كان وزير كامل في الطريق الى موقع الكارثة زي ما حاكم بتشوفه في الموقع ومعه عدد كبير من قيادات السكة الحديدية وطبعا وزارة النقل او المسئولين هم لانه بناء على قرار النيابة العامة فيما يبدو انه محدش فيه ما عايز يتكلم بمعنى انه الوزير يبدو انه مش عايز يتكلم السكة الحديد كلهم يبدو انهم مش عايزين يتكلمه تقريبا مش عايزين يتكلمه لانه النيابة العامة قالت محدش يتكلم في اي اسباب ولا اي شيء وبالتالي الجميع يلتزم بيان النيابة العامة او بقرار النائب العام عدم الحديث عن اي اسباب الاسباب تترك ليه النيابة العامة وللجهات الفنية اللي هي مشكلة او اللجنتين الفنيتين المتشكلين هما اللي هيولولنا ما الذي جرى ايه اللي حصل في هذه الكارثة ايه اللي قد ان احنا النهاردة عندنا 32 شهيد حتى الان وانا بقول حتى الان لحين ما يكون فيه بيان نهائي بالاعداد سواء شهداء او مصابين مصابين نتكلم على 165 الاولوية دلوقتي ليه اعادة حركة السير القطرات على خط الصعيد لانه خط الصعيد متوقف من الساعة 12 الظهر لدلوقتي خط الصعيد رايح جاي متوقف وبالتالي حضراتكم لا تعلموا حجم معاناة اهلين سواء مسافرين او راجعين الاتنين يعني سواء جاي على هنا او راجع على البلد